سعد الذين تجنبوا سبل الردى وتيمموا لمنازل الرضوان فهم الذين قد اخلصوا في مشيهم متشرعين بشرعة الإيمان وهم الذين بنوا منازل سيرهم بين الرجا والخوف للديان وهم الذين ملل إله قلوبهم بوداده ومحبة الرحمن وهم الذين قد اكثروا من ذكره في السر والإعلان والأحيان يتقربون إلى الملك بفعلهم طاعاته والترك للعصيان فعل الفرائض والنوافل دأبهم مع رؤية التقصير والنقصان صبر النفوس على المكاري كلها شوقا إلى ما فيه من إحساني نزلوا بمنزلة الرضا فهموا بها قد أصبحوا في جنة وأماني شكر الذي أولى الخلائق فضله بالقلب والأقوال والأركان الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولاه أما بعد فما زلنا في ذكر تلكم العصارة والخلاصة المهمة لما تقدم معنا من منازل السير إلى الله رب العالمين وآخر منزلة ذكرناها هي منزلة الرضا وذكرنا أن الرضا منزلة فوق الصبر فأول ما يجب على العبد عند الابتلاءات والمحن أو عند وقوع شيء تكرهه النفس ولا تميل إليه بطبعها أول ما يجب عليه عينا وهو فرض عليه الصبر وهو حبس النفس عن كل محرم مخالف للشراء ثم بعد الصبر درجة أعلى وهي درجة الرضا كما تقدم معنا ثم بعد الرضا درجة أعلى وهي درجة الشكر فمن منازل السير إلى الله تبارك وتعالى منزلة الشكر وهي منزلة فوق الرضا إذ الرضا مندرج فيه فيستحيل وجود الشكر دونه لا يمكن أن يصل العبد لدرجة شكر الله تعالى عند الابتلاءات والمحن ولا يكون راضيا بما قسم الله له فالشكر لله رب العالمين عند النقم والمحن والابتلاءات ملازم للرضا لا بد أن يكون قد سبقه الرضا ولهذا كان الشكر بهذا الاعتبار أعلى درجة من الرضا وذكرنا أن شكر الله رب العالمين يجب أن يكون بالقلب وباللسان وبالجوارح ليس الشكر باللسان فحسب بأن تقول بلسانك أنا أحمد الله وأشكره أشكر الله عز وجل على ما أعطاني من النعم ولا أن تقول أشكر الله تعالى على ما قدر عليه ولا تشكره سبحانه وتعالى بجوارحك لا تشكره بالعمل هذا تفريط وتقصير في الشكر الله تعالى يقول اعملوا آل داود شكرا أي اعملوا شكرا يا آل داود فدل ذلك على أن الشكر يكون بالعمل وبالشكر تثبت النعم بإذن الله تعالى وترفع الدرجات وتمحى السيئات قال تعالى وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَإِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِنْ كَفَرْتُمُوا إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ وذكرنا أن العبد إذا لم يشكر الله إذا قصر في شكر الله تعالى وجحد ما أعطاه الله وأولاه سبحانه وتعالى فإنه معرض للعقاب بإزالة تلك النعم منه معرض لأن يعاقبه الله بزوال النعم والحرمان منها فإن النعم إذا شكرت قرت وإذا كفرت فرت كما قال العلماء رحمهم الله تعالى إذن الشكر من أرقى وأعلى منازل السير إلى الله تعالى مما تقدم معنا من المنازل منزلة التوكل على الله وقد ذكرنا أنه لا بد في التوكل من أمرين اثنين الأمر الأول اعتماد القلب على الله والثقة به الأمر الثاني الاجتهاد في اتخاذ الأسباب المأذون فيها شرعا فإذا قصر العبد في الأمر الأول اعتمد على الأسباب وكان مجدا مجتهدا في اتخاذها لكنه كان معتمدا بقلبه على نفسه وحوله وقوته فلم يتبرأ العبد من النظر إلى نفسه وحولها وقوتها وذكائها ونحو ذلك بل كان معتمدا على نفسه فهذا مخذول محروم وكذلك لو أن العبد قصر في الأمر الثاني وهو اتخاذ الأسباب الشرعية المباحة قال أنا معتمد على الله واثق به مؤمن مصدق لكنه لم يبدل أي جهد ولم يتخذ أي سبب فهذا عاجز هذا ضعيف هذا متواكل وليس متوكل إذن التوكل على الله يقتضي من العبد أن يجمع الأمرين وتنبه رعاكم الله وحفظكم إلى ما ذكرنا في الأمر الثاني وهو اتخاذ الأسباب الشرعية المأذون فيها لأن بعض العباد لأن بعض المسلمين قد يتخذ الأسباب للوصول إلى المطلوب لكنه يتخذ أي أسباب كانت يقول أن متوكل على الله معتمد بقلب عليه وأتخذ الأسباب لكنه لا يبالي بالأسباب أهي مباحة أو محرمة فيتخذ أي سبب كان للوصول إلى مطلوبه ويزعم أنه متوكل على الله ليس الأمر كذلك التوكل على الله ألا تبذل من الأسباب إلا ما أباحه الله إلا ما أجازه وأذن فيه ومن المنازل التي سبقت منزلة الإحسان ومنزلة الإحسان كما تقدم أن يعبد العبد ربه تبارك وتعالى عبادة رغبة ومحبة فإن لم يستطع فيعبده عبادة خوف وهرب وهذا معنى الحديث أن تعبد الله كأنك تراه أي عبادة رغبة فيه ومحبة له وإقبال عليه فإن لم تكن تراه فإنه يراك حيث تعبده عبادة خوف وهرب من عقابه وسخطه جل وعلا وهذه المنزلة منزلة الإحسان هي لب الإيمان وروحه وكماله وقال العلماء هذه المنزلة تجمع المنازل كلها فهي أرقى وأعلى المنازل وهي أصل لكثير من منازل السير إلى الله رب العالمين من المنازل التي تقدمت معنا منزلة محبة الخير للخلق كما تحبه لنفسك وكراهة الشر للخلق كما تكرهه لنفسك وهذا يقتضي منك نصيحة الخلق إذا كان العبد يحب للخلق ما يحب لنفسه من الخير ويكره لهم ما يكره لنفسه من الشر فهذا يقتضي أن ينصحهم أن يذكرهم أن يعظهم أن يعلمهم أن يعلم الجاهل ويذكر الناس وينبع الغافل فأولياء الله تعالى والسائرون في طريقه لا يستأثرون بالخير لأنفسهم بل يحاولون ويحرصون ما أمكن على أن يشاركوا هذا الخير مع غيرهم على أن يشركوه مع الناس فهذه منزلة النصيحة للخليقة ومحبة الخير لهم كما تحبه لنفسك وكراهة الشر لهم كما تكرهه لنفسك من منازل السير إلى الله تبارك وتعالى أيضا منزلة الرعاية والرعاية كما ذكرنا هي الصيانة والحفظ فهذه المنزلة معناها أن يصون العبد ويحفظ ما وصل إليه من المنازل وما بلغه من الدرجات في السير والفرار إلى الله تبارك وتعالى فينبغي للعبد أن يحرص على رعاية مشاهد الإحسان وحقائق الإيمان وغير ذلك من منازل السير إلى الله كالخوف والرجاء والمحبة والرضا وغير ذلك مما ذكر وقد ذكر العلماء لبيان منزلة الرعاية ذكروا أن الرعاية التي هي حفظ العمل أهم وأعظم من العمل نفسه بمعنى صيانتك للعمل ومحافظتك عليه بعد فعله والوصول إليه هذا أهم وأكد من العمل نفسه فلا ينبغي لك ولا يجوز أن تقصر في هذا الأمر وأن تقلل من شأنه أن تقول لا الرعاية أمرها هي أمرها سهل أمرها يسير لا تقلل من شأن الرعاية فإن حفظ العمل أعظم من العمل نفسه من منازل السير إلى الله تبارك وتعالى التي تقدمت معنا منزلة الزهد وقد ذكرنا تعريفه وهو تفريغ القلب عن كل ما يشغل عن الله ويبعد عن رضاه هذه هي منزلة الزهد أن يفرغ العبد قلبه عن جميع الشواغل والصوارف التي تصرفه عن طاعة الله والتي تبعده عن تحقيق رضاه سبحانه وتعالى فإذا فعل ذلك فإنه من الزاهدين وذكرنا مسألة مهمة جدا في الفرق بين الزهد والورع فقلنا الزهد هو ترك ما لا ينفع في الآخرة والورع هو ترك ما يخاف ضرره في الآخرة فبان بهذا أن الزهد أعلى درجة من الورع الزهد ترك أي شيء لا ينفع في آخرتك بمعنى أنك تتأمل في كل قول وفعل وتقول مع نفسك لهذا ينفعني في آخرتي أو لا ينفع فإن كان مما لا ينفع فدعه فإن ذلك من الزهد وأما الورع فإنه درجة أدنى من الزهد الزهد مرتبة أعلى والورع مرتبة أدنى فالورع ترك ما يخاف ضرره في الآخرة ويدخل في هذا ما يخاف ضرره يدخل في ذلك ترك الشبهات نعم يدخل بالأولى ترك المحرمات فالمحرمات يخاف ضررها في الآخرة وكذلك الشبهات يخاف ضررها في الآخرة فيتق العبد المحرمات والشهوات فإذا فعل ذلك كان ورعا كان من الورعين من أهل الورع لكن إذا ارتقى إلى درجة أعلى وهي ترك ما لا ينفع في الآخرة كان من الزهدين فهذه من أعظم منازل السير إلى الله تبارك وتعالى أعني منزلة الزهد وكذلك المنزلة التي تليها التي قبلها وهي منزلة الورع مما سبق معنا في السير إلى الله تبارك وتعالى وأنه أمر مهم لا بد منه ولا تستقيم سائر المنازل إلا به أصل مهم في السير في طريق الله تعالى الاستسلام الكامل لله رب العالمين الانقياد والإذعال لله ولما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وآله وسلم بأن يكون حال العبد كما قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى آمنت بالله وبما جاء عن الله على مراد الله وآمنت برسول الله وبما جاء عن رسول الله على مراد رسوله صلى الله عليه وآله وسلم إذن فالمقصود بهذا الأصل أن ينقاد العبد ويدعن لكل ما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم فلا يكون له اختيار ولا يكون عنده تردد في شيء جاء عن الله تبارك وتعالى قال تعالى وهو يصف أولياءه وعباده المؤمنين الصالحين وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن تكون لهم الخيارة من أمرهم لأنهم استسلموا لله تعالى لاستسلام الكامل التام بحيث لا يترددون ولا يتخيرون ولا يتوقفون فيما جاء عن الله وفيما جاء في شرعه سبحانه وتعالى ومثل هذا المعنى ذكره الله تبارك وتعالى في كتابه وهو يتحدث عن رسوله وعن أصحاب رسوله صلى الله عليه وآله وسلم فقال سبحانه فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما ثم ذكرنا أيضا محاسبة النفس وهي أيضا من أرقى وأعلى منازل السير إلى الله تعالى محاسبة النفس وبينا أهميتها وذكرنا أن الناس في محاسبة النفس على ثلاثة أصناف طرفان وواسطة طرف تشدد وغلى في محاسبة نفسه فخرج عن شرع الله رب العالمين إذ الغلو والتنطع ليس من دين الله في شيء وطرف آخر تساهل وتهاون وتميع في محاسبة نفسه فأطلق لها العنان وأرخى زمامها ولم يقيدها بقيد فأعطاها كل ما تحب وكل ما تميل إليه فصعب وعسر عليه بعد ذلك أن يقودها عسر عليه أن يكون قائدا لها وأن يسوسها والصنف الثالث من الناس وسط بين الطرفين وهذا الوسط هو الصحيح هؤلاء الناس زكوا أنفسهم وربوها بالتدريج شيئا فشيئا عملا بقول نبيهم صلى الله عليه وآله وسلم يا أيها الناس خذوا من الأعمال ما تطيقون فإن الله لا يمل حتى تملوا وإن أحب الأعمال إلى الله ما دام وإن قل وعملا بقوله صلى الله عليه وسلم ليصلي أحدكم نشاطة فإذا فتر فليقعد فهؤلاء عودوا أنفسهم وربوها بالتدريج شيئا فشيئا وانتقلوا من درجة إلى درجة ومرتبة إلى مرتبة وذكرنا في كيفية محاسبة النفس أن محاسبة النفس لها ثلاث مراحل المرحلة الأولى محاسبة قبل العمل فينبغي على العبد أن يحاسب نفسه ويحدثها قبل العمل لمن تعمل هذا العمل يقول لنفسه يا نفس لمن تريدين هذا العمل ماذا تريدين به هل تريدين به وجه الله هل تعملينه لله أو لشيء آخر فيحاسبها قبل الإقدام على العمل وقبل أدائه وإيقاعه المرحلة الثانية محاسبة أثناء العمل وهو يعبد الله تبارك وتعالى ويأتي بالعمل الصالح قد تعرض له بعض العوارض كعارض الرياء والشهرة ونحو ذلك فيحاسبها أثناء العمل ويجاهد نفسه في ذلك إلى أن ينتهي من العمل فإن فعل ذلك فهو على الطريق الصحيح المرحلة الثالثة مجاهدة للنفس بعد الفراغ من العمل ينبغي على العبد أن يحرص على أن لا يبطل عمله ويفسده بعد الفراغ من العمل اعلموا أيها الكرام أن العبد قد يبطل عمله ولو كان خالصا لله قبل العمل وأثناءه قد يبطله بعد العمل كالذي يعقب عمله بالمن والأذى ونحو ذلك ربنا يقول يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى فهي محاسبة قبل العمل وأثناءه وبعده ومن المنازل التي سبقت أيضا منزلة المراقبة مراقبة الله تعالى بأن نستحضر أنه معنا في جميع أحوالنا وأنه يرى ويبصر أعمالنا وأنه يسمع أقوالنا ويطلع على قلوبنا على سرائرنا قبل ظواهرنا يعلم كل شيء ما دق وما جل ما خفية وما عظم ما أسررنا وما أعلننا تبارك وتعالى فينبغي أن نستحضر في جميع أحوالنا أنه معنا مطلع علينا يراقبنا تبارك وتعالى كما قال جل وعلا في كتابه وهو معكم أينما كنتم سبحانه من ما ينبغي الحرص عليه في السير إلى الله تبارك وتعالى الحرص على جمع الحسنات وعلى الإكثار منها وعلى الجد والاجتهاد في جميع أبوابها وعلى تنويعها ينبغي للعبد أن تكون له مشاركة في جميع أبواب الخير في الصلاة والصدقة والصيام وغير ذلك من أبواب البر فرائضها ونوافلها وذكرنا أن العبد ينبغي عليه الحرص غاية الحرص والخوف الشديد من سوء الخاتمة من أن يختم له بسوء وذلكم بالجد والاجتهاد في العمل الصالح وأن يستحضر في جميع أحواله أنه قد تدركه المنية وقد يباغته الموت ويفاجئه فلذلك يكون مستعدا مهيئا للموت في جميع الأحوال بطاعة الله تبارك وتعالى وترك معاصيه أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلا أن يوفقنا لطاعته وأن يغفر ذنوبنا ويكفر سيئاتنا إنه ولي ذلك والقادر عليه اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين شكر الذي أولى الخلائق فضله بالقلب والأقوال والأركان